بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وصلنا الآن إلى قراءة وظيفية قراءة وظيفية في إطار برنامج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الإعدادي وعنوان هذه القراءة الوظيفية عنوانها 11 يناير 1944 إذن عنوانها هو عبارة عن تاريخ إذن نقرأ النص يوم لا أنساه لأنني صنعت فيه شيئا فالأيام لا تنسى هي الأيام التي تمر دون أن يصنع فالأيام التي تنسى هي الأيام التي تمر دون أن يصنع الإنسان فيها أي شيء وما أكثر الأيام التي يعيش فيها الإنسان دون أن يحياها ينهض من سريره ثم يعود إليه ولا يستطيع أن يسجل في مذكراته أنه صنع شيئا ليقرأ ما خطت يداه فيرتاح ضميره أو يشعر بالفخر أو يحس بالإطمئنان ولكن الأيام التي يصنع فيها الإنسان شيئا لا يخجل أن يسجله هي أيام لا ينساها وإن نسيها يكون ضعيفة خابية الإحساس وما أستطيع أن أنسى يوم 11 يناير من سنة 1944 فقد كنت مع ثلة من الأصدقاء في عزلة عن عالم بلادي عزلة مادية ولم تكن عزلة نفسية ولا روحية ولا فكرية ظلت نفوسنا وأرواحنا وأفكارنا ونحن في مصر مرتبطة بالمغرب تتردد فيها نفس الأحاسيس ونفس الأفكار وفكر المواطنون الواعون في قدف الاستعمار بالكلمة المروعة التي تلقى في وجهه كما يلقى الحجر الصغير في بركة الماء الآثن إنها كلمة الاستقلال كانت مروعة حقا وفي وقت دغته القنابل والمدافع والأساطيل وكانت كلمة كبيرة من الضعفاء في وقت يتصارع فيه الأقوياء وتداس بالأقدام شعوب بهرت العالم بقوتها وجبروتها وطغيانها ولكنها في ميدان الصراع كانت أضعف من أن تثبث أمام الأقوى بوطنيته وتحدى المواطنون قوة الأقوياء وقدفوا الاستعمار بالكلمة بكلمة الاستقلال التي ما تزال تنداح من حيث حسب الأهون أنها بلغت القاعة دون أن يكون لها قرار حتى ملأت آفاق الدنيا وأصبح الاستقلال معنا يجب أن يتحقق ولا يزال معها العميق يسير في طريقه منتصرا على كل العقبات والصعاب كانت تجاوب غريبا بين الطلب المغربي وبين ثلة معزولة عديمة الحيلة هناك وكنا نعيش نفس الأزمة ونفس التفكير وكان يحدون نفس الإيمان فكنا نشتغل في نفس الأيام وننهج نفس السبل ونبتغي نفس الغاية وإهتدى بنا التفكير إلى أن نلقي بالكلمة نفس الكلمة الاستقلال في وجه الاستعمار وكتبنا وثيقة المطالبة بالاستقلال وأمضيناها باسم جماعتنا الصغيرة وقدمنا عريضتنا إلى مكتب فرنسا الحرة وصفارات الحلفاء في القاهرة في 11 يناير 1994 ولم يكن لها من صدا إلا خبر من ثلاثة أسطر نشرته الأهرام يوم 13 يناير 1944 ولكن الكلمة كبرت في عين الاستعمار وكان صداها في غرفة التعذيب على جسدي الشهيد عبد العزيز بن إدريس والهاشم الفلالي وأحمد مكوار ولكن اليوم الذي سيكتب في التاريخ يوم 11 يناير 1944 ما كانت لتشد عن المساهمة فيه ثلة تعيش لبلدها وقد يكتب لها أن تموت من أجل بلدها هذا النص لكاتبه عبد الكريم غلاب الذي شارك في الإمضاء على وثيقة المطالبة بالاستقلال عبد الكريم غلاب عن نبضات فكر مطبعة الرسالة طبعة سنة 1964 إذن هذا هو النص لعبد الكريم غلاب يعني يوضح لنا فيه يعني ظروفة كتابة عريضة المطالبة بالاستقلال 11 يناير على فكرة العريضة هي التي أول صفحة أول صورة الصورة الاستهلالية والاستتاحية لهذا الجزء لهذا المجال مجال القيم الوطنية تلك الصورة هي وثيقة المطالبة بالاستقلال التي قدمتها الحركة الوطنية يوم 11 يناير 1944 إذن تلك هي الوثيقة الأصلية صورة عن الوثيقة الأصلية الصورة التي افتتح بها هذا المجال مجال القيم الوطنية والإنسانية نبقى الآن مع نتعرف أولا على الكاتب إذن الكاتب هو الكاتب الكبير عبد الكريم غلاب وهو أديب مغربي ولد بفاس سنة 1920 إذن هو ولد بفاس موليد فاس تخرج من جامعة القاهرة تخرج من جامعة القاهرة اشتغل بالصحافة وله إنتاجات عديدة منها دفنا الماضي ونبضات فكر ونبضات فكر يعني توفي توفي في الرابع عشر من غشت سنة 2017 رحمه الله إذن نتعرف على الرصيد المعرفي المقترح الرصيد المعرفي المقترح لكلمات التي قد ربما تكون قد صعبت عليكم إذن لدينا الخابي ما هو الخابي؟ الخابي هو اسم الفاعل من خبى يخبوه خبوا يعني خمد وانطفأ يعني خمد وانطفأ الخابي المخمد والمنطفئ ثلة 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 بالثاء المعجمة وهي جماعة من الناس الثلة هي جماعة من الناس ننهج ننهج نهج نهجا يعني سلك واتبع يعني ننهج نسلك أو نتبع ثم شدة 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 يشد شذوذا يعني ينفرد ويخالف القياس يعني المختلف والغريب هو الشدة يعني هو المخالف للفطرة وللطبيعي اللاهون اللاهون هو اسم الفاعل من لها يلهو لهوا اللاهون يعني وهو اللاعب اللاهون اللاعبون اللاهون اللاعبون الآسن الآسن أسن أسن أسونا تغير لونه وطعمه أسن يعني تغير لونه وطعمه ونقول الماء الآسن يعني البركة الراكدة يصبح ماءها آسنا يعني بأنه يتغير لونه وطعمه بسبب تكاتور البكتيريا وتكاتور الجراتيم الموجود في الماء نظرا لأنه راكد هذا هو الآسن إذن نكتشف النص إذن نقوم باكتشاف النص إذن النص الذي بين أيدينا السؤال الأول ما دلالة ما الدلالة الوطنية للعنوان ما هي الدلالة الوطنية للعنوان إذن كما لاحظتم العنوان هو عبارة عن تاريخ إذن العنوان عبارة عن تاريخ تاريخ يذكر القارئة يعني يذكرنا هذا التاريخ بحدث مهم في قلبي كل مواطن مغربي كما يذكره أيضا بعزيمة أجداده الأبطال ألا وهو الاستقلال عن المغرب يعني كان النص يدل على يوم مشهود يوم طالب فيه طالب فيه يعني أبناء الحركة الوطنية طالب فيه المستعمراء باستقلال الوطن هل العنوان علاقة بنوعية النص يعني طبعا النص عبارة عن سيرة ذاتية تندرج في المجال الوطني الإنساني ذات بعد حجاج إذن دلالة النص الوطنية النص طبعا له دلالة وطنية نظرا لأن النص لأنه يعالج حدثا وطنيا يعني هو حدث وطني مهم ومركزي حدث وطني مهم ومركزي يعني وهو 11 يناير 1944 ويدكرنا بتقديم المغاربة عريضة المطالبة بالاستقلال إذن هو يذكرنا بهذا بتقديم المغاربة لعريضة المطالبة بالاستقلال كذلك أيضا باعتبار يوم 11 يناير 1944 يوما عظيما فإن الكاتبة سرد لنا أحداث هذا اليوم وكونه عضوا مشاركا في هذا الحدث إذن النص كما نعلم النص هو ينتمي إلى مجال القيم الوطنية والإنسانية نظرا لأنه ينتمي إلى هذه الوحدة نعم إذن استعين ثالثا استعين بالمعطيات السابقة وحدد مجال النص يعني ده كما قلت سابقا مجال النص إذن المعطيات السابقة نظرا لأن هذا النص هذا ويتكلم عن جزء من سيرة ذاتية يعني تبيل لنا ظروف يعني كتابة وثيقة المطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير 1944 إذن فالنص يندرج إلى مجال القيم الوطنية والإنسانية نعم إذن ننتقل الآن إلى فهم النص أظن أنه لكي لا أطلع عليكم يستحسن يعني أن نخصص جزءا آخرا لكي نطلع على فهم النص هناك مجموعة من الأسئلة مرتبطة بفهم النص نطلع عليها في الجزء الثاني إذن شكرا على حسن تتبعكم وإلى لقاء آخر إذن شكرا على حسن تتبعكم تتبعوا حسن تتبعوا حسن تتبعوني Stand Mele شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم